أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة توصل تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الأوكران الذين انتهت فترات البرامج السياحية لهم في مصر ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على تقديم أوجه الرعاية الممكنة لرعاية الدول الأجنبية القادمين إلى مصر للأغراض السياحية وفي ظل الأحداث الجارية حاليا في الأزمة الروسية الأوكرانية وأوضح مجلس الوزراء أن أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة تتمثل في مد فترة إقامة السائحين الأوكران الذين انتهت فترة إقامتهم في مصر في نفس الفنادق المقيمين فيها وثم تحمل تكلفة الإقامة وأضاف المجلس أنه تم كذلك توافق على تسيير رحلات من شركتي مصر للطيران وأيركايرو لنقل السائحين الأوكرانيين إلى دول الجوار الأوكرانية على أن تتحمل الدولة تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مدد الإقامة كما أعلن مجلس الوزراء أنه تم حتى الآن نقل حوالي أربعة ألاف سائح أوكرانية كما يتم متباعا لاستمرار في تسيير الرحلات الجوية للتخفيف المعنى عن السائحين الأوكرانيين